السلام عليكم و مرحبا بكم معي في فيديو جديد نتمنى تكونوا بخير و على خير عوش لكم بروقة و بمناسبة عيد الأضحى سوف نتشارك معكم حلويات مغربية تقليدية رغم البساطة المكوناتهم إلا أن مدقهم لا تنسى سوف نحضروا مع بعض الكعك الوجدي اللي يأتي من السم بالزنجلان النافع و حبت حلاوة و يبقى محافظة على القرمشة مدة طويلة بدون تلاجة أو مجمد كذلك نحضروا غريبة السميدة والكوك اللي تجي معلكة و منسمة بالحامض تجي رائعة بساف نتمنى أن هذه حلوية تعجبوكم و ان شاء الله تجربوهم و خليك معي و ما تمشي فين يلا نبدأوا بسم الله بسم الله أول حلوة نبدأ بها الغريبة السميدة والكوك سوف نجعلها متطويلة ترتاح و تشرب ندوك السوائل المهم في الإناء ثلاثة الحبات البيض أنا لدي البيض كبير ثلاثة إذا كان لديكم البيض صغير سوف نضيف كاس مع مرش سكار تقريبا 130-120 جرام سبعة فوق كاس مع مرش سوف نضيف سوف نضيف سكار غريبة سوف نضيف كاس زيت 150 مليلتر سوف نضيف بودرة فاني سوف نضيف سكار مع بيت والزيت خلط في الخلاط و ترجمة و تقريبا في الخلاط كاس مستمرة نظيف سكار بيجب مرش تقريبا حبيبات سوف نسمى الغريبة المبشور ملحامض ملحامض كبير يمكنك إضافة رائحة و مضاق الحامض قوي و تضيف مبشور برتقال لإختيار القبيسة الملح و يمكنك إضافة نكهة مصرية و لون الغريبة سوف نضيف كبار الدقيق و 250 جرام الكوك أو جوز الهند يكون دون نوعية جيدة و يكون شعيرات و يكون رقيق في حالة إذا لقيت الكوك حرش شوية فقط تطحنه حتى يكون ملس بحل البودرة حتى تناولوا الغريبة و تأتي في هذه التعليقات حتى لا يأتي لكم شعيرات تأتي بخشبة سوف ندمجت مزيان دقيق مع باقي المكونات و نبقى و في هذه المرحلة نخلطه مزيان الكوك حيث لا نخلطه و يجرب السوائل و لا نحتاجه كمية كثيرة السميدة سوف نخلط 1 جوج أو 3 دقائق و سوف نضيف السميدة عادة كنت نضيف 200 جرام سميدة لكن هذه المرة نقصت وزنت غير 150 جرام و حتى لا ندخلتها كاملة نضيف كمية موالية حتى نحصل على القوام المناسب للخليط و لا نقصد خفيف و في نفس الوقت و لا نقصد قصحة سوف نجعلها كتشرب بالنسبة لكمية 150 جرام لم أدخلتها كاملة قريبا بقتلي منها واحد المعلقة كبيرة كيف ترونه سوف نكتفي بهذا القدر هذا يعني رانيه سيت واحد الكمية بنيتة تنجمعها كبنيتة راها كتشمع و لا تلسق سوف نكتفي بهذا القدر هذا و سوف نغطي الخليط و نجعله جانبا كيشرب إذا لاحظتم فهذا المرحلة لا تضيف المربا مع ان الغريبة السميدة و الكوكمارو فانها كندلو لها المربا لكن سوف نضيف لها من بعد بعد ما تشرب سوف نضيف الخميرة و نضيف المربا اللي سوف نضيف المربا سوف نغطيها جانبا على ما نكمل تحضير الكعكة و ممكن هذه المرحلة توجدها بالليل و تدخلها للتلاجة حتى اللغة طالية و سوف نكمل لها باقي التحضير و نبدأ بسم الله في التحضير حلوة الكعكة في الإناء نضيف حبات البيت نضيف لهم كاس سكر و طبعا سكر يبقى على حسب الضغط ممكن تزيدوا و تنقصوا أنا كنت أولا نضيف نصف كاس للعسل و نصف كاس للسكر لكن ما لقيتش أن العسل متوفر عندي يعني يكون دون نوعية جيدة فدرت غير سكر بوحده غير هو لك العسل أي يكون أحسن سوف يعطيه لون قهوي أو بني و سوف يعطيه حتى مضاق لكن عسل اللي يكون ماشي بالأعشاب يعني يكون دون البرتقال أو دون الحماد يعني أسل اللي يكون لما داق دياله محايد اللي غادي يجينا مع الكاك ضفت كذلك كاس ديالسيت و خلط هاد المكونات مع بعضياتها مزيان حتى قيدوا بنا تماما داق سكر مع البيت والسيت سوف يمن بعد نضيف نصف كاس ديال مزهر و في حالة إلا ما كنتوش كاتب غير مزهر ممكن تضيروا نصف كاس ديال الحليب لكم الاختيار نخلط داق مزهر مع باقي العناصر و نضيف من بعد جوج معالق كبار ديال خليط بين النافع و حبت حلاواء اللي مطحونين يكونوا بودرة باش هكا منين كنشكلهم متعددناش في تشكيل ديال الكعك وما يبقاش هكا العجينة كتفرتت معانا كذلك نضيف كاس ديال زنجلان نصف كاس فارت زنجلان مطحون بودرة و النص المتبقي ديت هكا كيك زنجلان أحب باش منين كنت تناولوه الكعك ديالنا جي فيدك تقرميشة و يكونوا ديال حويبات ديال زنجلان هكا يبدو كنت تناولوهم و احد القبيصاء ديال الملحة و كنت خلطوه الكل مع بعض بانتبال المقادير أتلقوها ان شاء الله مكتوبة اسفل في صندوق الوصف باش هكا تستخدم المقادير مع الوصفة سوف نضيف الكيس الخميرة من 8 كرام نضيف تدريجيا تدريجيا تقريبا تدخل بين 500 أو 600 كرام على حسب الجوزة والخليط والحجم البيض حيث عن عجينة تدريجيا 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 نضيف العجينة يتمزكها سوف نبدأ بنفس البيض ثم نستطيع تنحظ الكعكو فوق سطح العمل اضع العجينة إلى نصفا نصفا في بلاستيكا لتبقى العجينة ارتباء و لا تنشفش و النصف المتبقي نقطعها على شكل قطع و نأخذ قطعة من العجين و نبدأ و نشكلها على شكل حربول و لا يكون شرقيق و لا يكون شعب ثاني غليظ حيث سوف ندير الخميرة في العجينة لكي تضاعف الحجم هنا اخذت غير واحد المستارة و قطعتها لكي نأخذ القياس لكي يأتي من نفس الحجم ندرت فيها 15 سنتيم ندير واحد الفلاحات يكون ميلين في العجين و نضغط على الجوانب و نضغط عليهم جيد لكي يتبتوا او يلسقوا مع بعضياتهم و ندير فيهم واحد الفلاحات حتى هي باش يجي الشكل مفيني و مقد ندير معكم واحد اخرى نأخذ قطعة من العجين نشكلها على شكل حربول و نأخذ القياس إما بمستارة او بحلده بشي ملعقة خشبية اللي كان عندكم ندرت فيهم انا 15 سنتيم ندير فلاحات هكي يكونوا ميلين و نسقوا الجوانب مع بعض كي نحصلوها كعلى واحد مليج و ندير فيه واحد الفلاحة باش يجينا مفيني و مقد سوف نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل الكمية دي كاملة لطول الكميية سوف نقوم بتزينا OVER وبعد ما نكمل تشكيل العجينة كاملة هذه هي الكمية التي تحصلت عليها مباشرة سوف ندهناها ك بيضاء كاملة تدرت فيها إقطيرة 840درجة الفران سيسخن من 108درجة سوف نقوم بتزينا باقي ندهن الكعك من المعشر بعد كملت الدهين سوف نرشها من فوق بالزنجلان إما تخلطوا بين الزنجلان البلدي و الزنجلان البيض لكي يزيد يعطي منظر أجمل مهم أن تغير الزنجلان البلدي تكون فيه مادا قزوين أو اللي كان متوفر عندكم بالنسبة للطياب إلا بغيتوا أن الكعك ديلكم يبقى محافظة القرمشة ديالو مدة طويلة بلا تلاجة مجمد فكتخليوه يطيب على عفية تكون مهيلة هكا يدخلو الطياب حتى من الداخل و يجيكم قرمش ولديت بالسعف بغيتو هكا يجيكم يعني كنتم قولوه شي شوية وفي ديك تقرمشة فكتخليوه على عفية اللي تكون متوسطة يعني ضغياء ضغياء كي يطيب من تحت ويتحمر الوجه ديالو من الفوق فديك الساعة كتخرجوه مايم أنا خليت ويطيب على خاطر خاطره تقريبا ديك 15 حتى 17 دقيقة وهو كي يطيب حتى يحتمل داخل لابداء كيتحمر وتيكون هدا هو الشكل ديال الكعك ديالنا بعد ما اخرجتو من الفران كي يشتو خداعكا واحد للون محمر أنا راني خليته تحمر مزيان باش يجيني عكا يمقر مش اكتر سافي نخليه جانبا كي يبرد ونرجعو باش نكملوا التحضير ديال الغريبة ديالنا بالنسبة الغريبة يعني عندما كملت تحضير ديالك تقريبا ديك ساعة ونص هكك فكيف كتشوفو فراها كتكون انشفات مزيان ففاد المرحلة هدي غدا نضيفو ديك ساعة للمورباد ديال المشماش الخاص بالحلويات ونبقوها كي يكن نمزجوه مزيان نضيف كدالك كيس ديال الخميرة ديال حلوة ونبدأ ندلكها مزيان باش هكا كتجينا معلكة اكتر مهم انا دخلت لي يا جوج معلقة كبار عامرين ديال المورباد قدرت تخليكم غير معلقة واحدة جوج ثلاثة مهم انتم ما كتزيدوا وانتم ما كتدلكوها حتى تشوفو القوام المناسب ديالها يعني متوليش عوثاني مرخوفة بزيف حيث هاد المرحلة هدي ما غديش نخليوها تشرب مباشرة غدي نبدو تشكيل ديالها هنا اضفت المعلقة الثانية وعاود تبقيتها كي ندلك وكن نمزج مزيان سوف نكتفي بهذا القدر هذا يعني هنا كتكون الغريبة ديالنا او العاجينا رها جاهزة كيف كتشوفو كتولي معلكة اكتر سوف ندزو مباشرة بدو في تشكيل ديالها بالنسبة التشكيل غدي ندين هنا كي يديها بشوية ديال الماء او كتديرو مازهر اللي كانتوفر عندكم او اللي كتفضله كذلك نحتاجو سكر غلاسي سبيسيال باش هكا ما يتحرق لكم شئ اثناء او الطهي سوف ندفلو الكندهني ونشكل منها كويرات من وزن 24 او 25 كرام باش يجيونها كواحد الغريبات اللي كبار او شباعي حتى نكمل تشكيل ديال العجينة ديالي كاملة باش عديك ساعة غدي نبدو كندوزوها بسكر غلاسي سافينة بعد ما كملت شكيل ديال العجينة شعلت الفران كي يسخن على درجة تكون 180 دراجة كنخلي كي يسخن مزيان على ما نكمل هكا ما نديرها ندوزها في سكر غلاسي غادي يكون راح سخن ومباشر ندخلوها كالطيب بالنسبة للمرحلة سكر غلاسي حتى كان عندكم الوقت فممكن تدوزوها كاملة في سكر غلاسي وتخلي وحكا تشرب ذلك السكر وتعاود تدوزوها النوبة الثانية باش هكا كي يبقى ثابت على الغريبة وما ينشفش سافين مهم انا دوزتها مباشرة درتها تنبقائك كنكور بنيت بساف ديال المرات في سكر غلاسي وناخذ واحد الكيميات ديال السكر نديرها من الفوق ونضغير واحد ضغيطة خفيفة بحالي لكن تبتو ذكي سكر غلاسي من فوق الغريبة سوف نبقى مستمره بنفس الطريقة حتى نكمل سوف ندخلها الفران تنضي لها نفس الطياب ديال البهلة يعني كنشلو عليها النار غير من الفوق حتى نشوفوها انها تشققات وبدتها كاية كتتحمر وكتطيب ديك الساعة كنشلو عليها من تحت باش كتكمل الطياب ديالها غير هي مخصناش نفوتو لها عشرات تناشل دقيقة فراها تكون كافية حيث فيها غير البيض اللي غادي طب يعني بحالي لك نعقمو ذاك البيض بفعل الحرارة وكتبقنا هكا معلكة يعني ما نفوتو لها شطيب بزاف باش ما تجيكمش قاسحة سافي وهكا تنكون وصلنا نهاية ديال فيديو ديال اليوم اللي حضرنا فيه جوج ديال الحلويات مغربية تقليدية لأكيد تكونوا حاضرين في الاعياد المناسبات وبمكونات الاقتصادية وفي متناول الجميع يعطيونا واحد الكيمياء الكبيرة وكيتحضروا بسرعة يعني تقدري في نص نهار ساعتين ثلاثة سوية قاع بلا أكثر كتكونوا الجديد هذه الحلويات اللي لا يعلى عليها وخالب بريستيج وخصب نظروا نظروا ونرجعوا لذلك الشيء القديم والتقليدي كيف تشوفوا هنا الكعكة بعد ما قسمته يعني يجي هكا حتى من الداخل داخل الطياب ويجي محمر وفي واحد قرمشة رائعة اما بالنسبة الغريبة تجي هكا مفقعة ومعلكة غير ما تفوتوا لهاش طياب باش تبقى لكم هكا معلكة ومجيكم شنشفة نتمنى ان الاقتراحات اليوم يكونوا اعجبكم تكونوا استفتتم معي في هذا الفيديو ولو بالقليل في انتظار اقتراحاتكم ارأكم كذلك الدعم وتشجيع ديالكم ما تنسونيش مصالح الدعاء وإلى الفيديو القادم ان شاء الله السلام عليكم